إِلِّيْ لَا إِلِّيْ لَا إِلِّيْ لَا يَا صَمْرَى يَصَارَ اللِّيْ لَا يَا صَمْرَى إِلِّيْ لَا 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 إِلِّيْ ل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة يا طيبة وصبرة الليلة 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 يا صمرة الليلة يا صمرة الليلة عبقرية المبدع احمد منيب الملحن ومعه الشاعر الرائع العظيم فؤاد حداد غناها محمد منير في بداية التمانيات سنة 81 على ما اذكر الاغنية ديت مش عمرها من سنة 81 اللي حصل ان سنة 62 دخل اربعة من الشباب السجن اتسجنوا علشان صوتهم السياسي ما كانش مرغوب فيه كانوا بيكتموا حريتهم وبيكتموا صوتهم ما اشبه الليلة بالبارحة كان النظام السياسي اه في مصر وقتها مش راضي عن الشباب اللي بيتكلموا دول وبيرفعوا صوتهم وبيتسألوا عن حاجات كتير بيشوفوها غلط الديكترية كده ما بتحبش حد يقول اي حاجة ولا صوته يبقى عالي فتسجن الاربعة في قضية سياسية الاربعة اللي تسجنوا دول كانوا الشاعر العظيم فؤاد حداد الملحن الرائع احمد منيب المطرب الرائع محمد حمام ومعاهم المناضي اليساري زاكي مراد الاربعة كانوا مسجنين في الزنزانة واحدة في الوحات في اول سبتمبر سنة 1962 كان عيد ميلاد زاكي مراد وكان مكتئب شوية فالتلاتة زميله في الزنزانة قرروا يتحدوا السجن ويتحدوا الصعب ويحتفلوا مع زاكي مراد بعيد ميلاده 35 اليوم دو وفعلا كتب فؤاد حداد الاغنية بتاعت الليلة يا صامرة ولحنها احمد منيب وغناها محمد حمام فكان دي اول الليلة يا صامرة كانت الليلة تر فيها عن زميلهم زاكي مراد اللي كان كل كلام الاغنية فعلا جميل ورقيق ويدفعك للامام في ناس كتير فكرت فيها انها وانها دي رؤية مستقبلية لما حدث في 73 لما كان شرفنا على الشط التاني من قناة السويس بالعدو الصهيوني والعبور كان عشان يجيب فستان البنت من على الشط التاني فالناس فهمتها فهم تاني خالص بعد حرب 73 نتمنى ان كل الشباب بتاعنا يجيب لنا بقى الفستان اللي هو على الشط التاني دوت لان الحال بقى صعب قوي الشاعر فؤاد حداد شاعر معتز جدا بشاعره على فكرة الشاعر فؤاد حداد دوت كان ابو الشعراء بتوع العمية في مصر الشاعر فؤاد حداد كان ابو شعراء العمية في مصر كل شعراء العمية اللي نسمع عنهم خرجوا من عبائة فؤاد حداد زي صلاح جاهين وبيعترفهم وعبد الرحيم منصور وناس كتير يا فؤاد حداد ما كانش بيحب شعره يتغنى وما بيحبش حتى الحتك من شاعره تتاخد لغاية ما الشاعر الآخر العظيم عبد الرحيم منصور اقنع الشاعر فؤاد حداد ان غنيب تبعث البهجة للناس الشعراء اغلبهم كان النظام السياسي مش عجبهم من الشعراء كلهم وقرر ان يحبس دواوين الشاعر ويحبس الكلام في الجرائد ويحبس الكلام ده فاقنعوه ان الغنوة مش هتتحبس مش هيعرفوا يحبسوا غناوي الناس ولا يوقفوا الناس تغني فاقنع فؤاد حداد ان هو يدي الاغنية المطرب شاب جديد اسمه محمد منير طالع وحتى تنازل فؤاد حداد انه خد مقاطع بس من القصيدة بتاعته اللي كتبها بتاعت الليلة يا صمرة وخد مقاطع منها اللي اتغنت في اغنية الليلة يا صمرة سنة الف تسعمائة واحد وتمانين ولاقت نجاح شديد جدا مع المطرب محمد منير اللي كان مشهور وقتها باتجاه سياسي ما كانش بيعجب الحكومة بس كان بيعجب الشباب وكان بيعجب الناس المخلصين في البلد نتمنى يعني ان كل الناس اللي بتشتغل في الفن تفهم ان الفن رسالة وطول ما انت ماشي مع الرسالة بتاعتك كل ما انت هتبقى فنان كبير وعظيم لما حتى تنازل زي ما ناس فنانين كتيرة بدأت مع الرسالة وتنازلت وبقوا دلوقتي ماشي مع السلطات ومع الحكم الجابري اللي احنا فيه دوت ففقدوا كتير جدا من رصيدهم اللي عند الناس طول ما انت بتعكس صورة الناس وبتعكس ما في قلوب واحوال الناس وبتكون صوتهم ولسانهم اللي مش عارفين يعبروا دي كل ما انت هتبقى فنان عظيم وهتمثل فعلا صوت الناس اللي انت بتدافع عنهم اتكلمنا كتير بقى اغنية الليلة يا صامرة يلا نبدأ مع بعض نشوف ايه حكاياتها معنا هنتعلم الاغنية مع بعض الاغنية هنبدأ الحلقة الاولينية هنعمل الايقاع بتاعها والحلقة التانية اللي هتبقى في تفسير السلو لان السلو هاخد وقت شوية الايقاع بتاعها بسيط جدا هو على الايقاع المقسوم او البلدي بتاعنا زي ما بيقوله الايقاع البلدي بتاع الموسيقى الشرقية موسيقى 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 لازم تعود ايدك على موسيقى 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 الكوردات بتاعتي الاغنية دي جماعة ما فيش غير ثلاث كوردات انت متخيل الاغنية دي كلها اللي احنا حبناها ما فيها جغير ثلاث كوردات فقط او ده التوزيع بتاعي اللي انا عملته انت ممكن تعمل توزيع تاني حط فيها عشرين الف مليون كورد انت حر ولكن التوزيع البسيط الان اعملته الم eleven الاغنية كلها طيب وينفع نعمل الأغنية كلها على ثلاث كوردات اه حصلت كتير وحصلت بها الموسيقى العالمية والناس اللي بتسمع موسيقى مثلا غربي او لاتين اللي ناس اللي بتسمع واحد زي سانتانا سانتانا بيعمل وقل أغنية كلها على اربع كوردات وفيه كوردين يعني من النفس الامام وبهام تاني في اربع كوردات بس ويمكن السيستم واحد مفيش حتى تغيير فيه طب إيه اللي بيخلي أغاني سانتانا مثلا متميزة عن بقية أغاني الناس كلها وبقى اسمه سانتانا حاجتين إيد سانتانا نفسها الجيتار بتاع سانتانا وصوته تاني حاجة الصلوهات اللي بيعملها سانتانا واللحن العبقري أنت مش لازم تتفزلك في الموسيقى عشان تعمل حاجة حلوة بالعكس ده الأصعب أنك تعمل حاجة بسيطة وعبقرية تلزأ في ذهن المستمع وما تروحش منه أبدا فسانتانا بعبقرياته مثلا بيعمل جمل لحنية في منتهى الجمال والبساطة ممكن الناس كتير تعرف تعزفها ولكن انت مش ممكن هتنساها يعني من جمالها مش ممكن هتنساها نفس الموضوع الدين مع الملحن أحمد منيب جمل وبسيطة جدا لذيذة جدا ممكن استعمل في أغاني كتير من أغاني مقام واحد اللي هو الكورد مقام الكورد مقام الكورد ده بسيط جدا خالص وبيطلع منه بس بألحان أحمد منيب تريع بتاع أحمد منيب اللي كلنا سمعناه من ناس كتير يعني مش شرط أحمد منيب كان بيغنيها أو محمد منير كان بيغنيها انت تسمع الأغانية دي الطفلاني الفلانية أو الأغانية دي الطفلاني الفلانية بتقول ما أهد آه دي أحمد منيب أحمد منيب أحمد منيب أحمد منيب أنا في مرة كان في أغانية له انني صاحبك كتبها وأني عملت عليها لحنة على مقام الكورد بس كان اللحنة ده الزصال نفسه بتاع العصف و بتاع الغونة كان thysyl بتاع التمانينة命 متو فكرت ان احمد مونيب اللي كاتب الملاحن الأغاني طبعا ده شرف لي انا الناس تدوق اللحن بتاعي وتفكر ان هو بتاع احمد مونيب ولكن من الستايل بتاع التمنينات في الوقت دوت والاواخر التمنينات واوائل التاسعينات دا كان استايل احمد مونيب في الموسيقى وهو دوت انطبع على الناس كتير اوي غنية احمد مونيب بتقدر تميز اللحن بتاعه بسهولة زي اي ملح عظيم من ملحننا اللي لحانه اغاني الناس كتير طيب بلاش الرغى بقى التلت كردات بتوع القونية بتاعت الهلاء ياسمر وده اسم الكورد الغربي اللي بينتمى له هذا السلم الغربي هو السلم الغربي بتاعنا سلم الكورد بتاعنا مقام الكورد الشرقي ه anyhow الحمده�ه أول كورد يعني هيبقى ميل ثانية كورد معايا هيبقى الجي ميلر تالت كوردة معايا هيبقى البي فلات ميجر ممكن تعزفه من هنا الوضع البريل كامل بس من النوة اللي تحت فهنا عاني فقط كوردة بس التقسيم بتاعهم هيبقى كالقاتى مزورة كده ومزورة كده بالنسبة للدول بس كده حينقل على الخروج من المذهب لروح الكورس او بارجع تاني للمذهب او للازمة من المكان اللي انا كنت فيه هنشوف مع بعض الوقتي التقسيم بتاع الغونة بتاعي هيبقى اول حتة بتابعة مقدمة موسيقية لها مفيش غير كوردين فيها سي ماينر جي ماينر مميز تمام كده؟ مفيش غير كوردين بس في الدخلة ده السولو او الرف او بيسابونوه عندنا في الشارق اي اللازمة او حتة الموسيقى اللي بتتعزف عشان تماهد لدخول المطرب بعدها اه بيت عزف معي مع مع العصف بتاع الموسيقى كودين بس سي مانور و جي مانور تمام بعد ما بتخلص بي غني حاجة بيسموها اللي هو بيتكرر دايما في الاغنية نفس الكلام اللي هي في حالتنا في الغنوة ديت هتبقى الليلة يا صامرة يا صامرة الليلة يا صامرة هتبقى كلهاتي بتحاول تقسم الايقاع بتاعك بتاع المزولة الواحدة هاي بقى بين الجي والبي فلات ميجر بعد ال سي ماينور بعد البي فلات ميجر فانا عملت النقلة ديت ال 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 طبعا دي توزيع بسيط جدا لها انت ممكن تعمل بقى حاجات تتحرك تحط الكردات بديلة في اوقات تغير في حاجات زي ما انت عايز بس ده البيز بتاعها ده العظم او الهيكل العظمي بتاع الكردات بتاعتنا بالنسبة بقى للفيرزز باللغة الانجليزية يعني بالنسبة لنا احنا الكبلهات بتاعت الاغنية الكبلهات بدي بتختلف لان كل كبله غير التاني بتاع الكلام غير التاني ولكن بالنسبة لاغنية بتاعتنا هنا الكبلهات كلها على نفس اللحن ده فهتبقى مثلا اول كبله البنت قالت فس تاني منشور على الشط التاني بين كردين السي ماينر والجي ماينر الجنك قالت فس تاني. كل ده سي ماير. ونشر على الشط التاني. خدمي ربي وعداني. ورجعتي في الجمرة. الكلت اللي ديت بتبقى الدي الراكنة اللي انا هرجع فيها تاني على السيستم الاساسي. ورجعتي في الجمرة. الليلة. 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 يا صمار. يا صمار. يا صمار. شفت بسيطة جدا وجميلة جدا. اهم حاجة بس سرعة في النقمة. من بين الثلاث كوردات. طبعا تدريب عليهم انك تضرب على الثلاث كوردات دول. مش هاوصيك طبعا. ببطء شديد جدا تعمل اول كورد تتأكد ان كل نوة تتعزف معاك. تاني كورد النوة كلها بتتعزف معاك. تالت كورد النوة كلها بتتعزف معاك. وبعدين تبدأ مع المترلوم على اقاع بلطيء جدا. وتتنقل بينهم. ماشي? بعد كده هتبتدي تعمل ريتم مع البطء دوت يعني. تمام? بعد كده شوية بشوية انت هتلاقي نفسك ابتدي تتسرع الاقاع. تحاول تمشي مع الملفات بتاعتنا اللي هنحطها. انا هحط على القناة بتاعتنا بتاعت الساوند كلاود. اه الملف بتاع الحتة كلها كاملة. الغنوة كلها كاملة. او الاجزاء اللي انا عملتها من الغنوة يعني. وهحط التراكات نقصة الصولو. عشان الناس اللي عاوزة تتمرن على الصولو. وهحط التراكات نقصة الكردات اللي عليها الصولو. فبتعزف انت الكردات مع الغنى ومع الصولو. فتقدر تتمرن على عصف الاقاع او عصف الصولو بتاع الاغنية. دي كانت الكردات بتاعت اغنية الليلة يا سامرة. المرة جاية هنتكلم عن الصولو بتاع الليلة يا سامرة. واشوفك الحلقة الجاية. موسيقى موسيقى